موسيقى اليوم الي منشوفه في هذا العصر دكتور فريد منشوف تأثير او بصمة الخطية في كل مكان يعني علم بيحدث بسوريا بالعراق اللي بيصير بفلسطين حتى في مصر من ارهاب من قتل من عنف من دم ويتلززون عارف يعني الفكرة انه كأنه الانسان يعني فقد قيمته بطل اله قيمي في الموضوع هذا فعم بتشوف كأنه بسموها كولتشر اوف ديث يعني ثقافة الموت بصمة الموت كأنه مطبوعة في كل مكان لا هو فيش تركه في الغرب بصراحة في كل مكان شو تعليقك التأكيدا لكلامك وتعليقي انه واحد من الحكماء او الفلسفة قال ان الذين ولدوا اتوا الى هذا العالم الى الان من بدايته قرابة اربعين مليون من البشر كويس قال يقدر ان نحو ثلثهم قتلوا بايدي اخرين تخيل حددك ثلث البشرية الى الان ماتت نتيجة القتل والابادة والحروب الى الاخرين ليه ده اعظم دليل على انه الخطيئة هي التعدي على كلام الله والخطيئة هي عدم اصابة الهدف وكأن الله بيقول للبشر الخطيئة خاطئة جدا والخطيئة خاطئة جدا والله بيقول للبشر كأنما بانسان واحد دخلت الخطيئة الى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اكتاز الموت الى جميع الناس ورب يسوع قال كده كل من يفعل الخطيئة هو عبد للخطيئة فطالما الانسان بيمارسها ولا يريد ان يرحم منها هيظل عبد له وطالما عبد لها هيرتكب كل الشرور زي ما حددتك اشرت اللي حاصف شرق اوسط وغيره اشتركوا في القناة